اشتركوا في القناة كانت تحثى على وقته قبل ثمان سنوات وتذكر انتهى الفيلم على كلف هانجر كان الفيلم يتكلم عن شخص يقدر يتحكم بالعناصر الأربع يقدر يتحكم بالماء والنار والهواء والأرض وكان ضد أمة النار أمة النار هم الناس اللي قدرون يتحكموا بالنار وانتهى الفيلم انه أمة النار كانت بترسل وحدة من بين أقوى الناس اللي عندهم اللي هو بنت ملك النار كان بيرسلها وراء الأفاتار وكنت اقول اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يا رجل تقييمه في الاي ام دي بي اربعة من عشرة وفي الطماطم الفاس ده خمسة بالمئة هذا النقاد ده من الجمهور ثلاثين بالمئة بس من ناحية تجارية ما بقول يعني انه فشل مدري الميزانية حقه 150 مليون والإيرادات اللي حصلها 319 مليون وانا في العادة بالنسبة لي كنت لما تابع فيلم اروح بحث عنه اطالع فيه بعدين اقعد ادعي ربي انه في يوم من الايام ممكن اخش مواقع قرصنة اخش ايجي بس الاقيهم حطين هناك في القائم حقتهم يمديني اتابع الجزء الثاني لما قبل سنتين او ثلاث سنوات ممكن استوعبت واكتشفت انه الفيلم هذا مبني على كوميكس والكوميكس فيه برضه مقتبس منها كرتون يعني فهمتم يعني وطالعت قلتم كرتون بالنسبة لي انا ما كنت متعودة اصلا اتابع انيميشنز كثير وقررت اني بالضبط قبل سنتين اتذكر قررت اني بتابعه كانت هذيك جهازة صيفية وعجبني كان الكرتون كان فيه على قولهم كذا فيم تحسه الصيني كذا فيها اشيات تحسه فيه تقاليد صينية مدري انا جالس اقول من اللغة اللي كانت موجودة في العمل من بعض التلميحات وبعدين تفلت بوجه الفيلم هذك اللي تابعته حرفيا يا شباب ما حد يستوعب كمية التحريف في الفيلم الكرتون او الانيميشن اقتبسوا من الكوميكس اكثر من الفيلم باختصار يعني الفيلم مستوعبين انه الانيميشن اول موسم 20 حلقة الفيلم ساعة ونص اختصروا العشرين حلقة هذي في ساعة ونص مستوعبين انتم حرفيا تفلت عليه واستوعبت انه الانيميشن الكرتون هو اكثر عمل مظلوم في المجتمع العربي عندنا مظلوم بشكل مرعب لانه لما تابعته على وقته ما كنت تعرف الا واحد بس تابعه غيري حرفيا انسان واحد اللي ما يدري خلونا نشرح لكم قصة الانيميشن بشكل بسيط القصة مبنية في عالم العالم هذا مقسم لأربع أمم كل أمة تتحكم بعنصر من عناصر الطبيعة امة تتحكم بالنار امة تتحكم بالهواء امة تتحكم بالأرض امة تتحكم بالماء وفي شخص يظهر اسمه الأفاتار الشخص هذا بمكانه يتحكم بالعناصر كل هذه الاربعة وفي العادة يكون هو زي الحلقة ما بين الأمم هذه أنه في كل ما يموت أفاتار يظهر أفاتار ثاني من الأمة اللي بعدها وزي كذا ترتيب هما يعني أول شيء أمة اللي يتحكمون بالهواء بعدين أمة الماء بعدين أمة الأرض بعدين أمة النار اليما في يوم من الأيام اختفى الأفاتار من أمة الرياح وجلس مائة سنة مختفي وبعد مائة سنة كان فيها كان فيه بنت وأخوها جالسين يسبحون ويصطادون سمك وتعثروا بالأفاتار هذا اللي قيوه بختصار لقيوا كذا ظهر من الماء وزي كذا ظهر بختصار الأفاتار وتبدأ هنا القصة أن الأفاتار الحين لازم يوحد العوالم لأنه في نفس العالم الحين أمة النار قرروا أنهم يعني بيهجمون على باقي الأمم ويسيطرون على العالم هذه القصة بشكل مبسط ومثما قلت لكم الانيميشن مليان فيها هذه اللي يسمونها القدرات وزعفون يتحكمون بالنار والماء والأرض والهواء الانيميشن واحد من الإيجابيات اللي فيه أنه ما يجلس يتعمق بهذه الأشياء يعني فرضاً زي الحاجة أكرحها في كل الأنميات فرضاً زي في ناروتو يجلسوني يوروك النينجيتسو والقينجيتسو والتايجيتسو ويجلسوني يورونك الحركات هذهك مدر كيف وضعها ويجلسوني يشرحون لك الشاكرة ويجلسوني يشرحون لك الوحوش ويشرح شرح 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 الكرتون لا هذا الأفضل الشيء اللي فيه أن يوريك بدلا من أن يجلس يشرح أوه شوف هذا يتحكم بالماء ما بقعد أعلمك كيف يتحكم بالماء لا شوفوا هو يتحكم بالماء وبنفس الوقت من الأشياء اللي صدمتني أنه الفئة العمرية حقت الكرتون سبع سنوات بس وبنفس الوقت فيه تطور الشخصيات رهيب تلاحظ تطورهم على الحلقات بشكل رهيب يعني زي بقول لكم ويشرح لكم هذا ممكن يعتبر شوي حرق بس لا ما يعتبر حرق أنك البطل الأساسي فالجزء الأول يكون تقريباً كانكم تقولون طفل كذا شوي عنده طفولي لا يزال هو طفل أصلاً البطل وعنده يعني توجهات أطفال يريد يلعب يريد يستمتع أكثر شيء ما يريد يهتم بالتوازن العالم بس لما توصل الموسم الأخير تلاقي فيه حكمة تلاقي فيه نبوغ تلاقي فيه تسيطر على النفس تلاقي فيه نضج على قولم فيه نضوج هذه شخصية واحدة ترى مو بس تطور شخصيات يبني حتى القصة عظيمة قصة تناقش الخير والشر بطريقة مرة حلوة وتتكلم عن السعادة وكيف توصل لها وإيش هي أصلاً السعادة الحقيقية قصة جداً عظيمة بالنسبة لي أنا شخصياً وبرضه أنا أحب الأشياء هذه اللي توازن ما بين الأشياء يعني توازن ما بين التصاني فرضاً توازن ما بين الكوميديا والرعب توازن ما بين الأكشن والغموض في أفاتار يوازن ما بين الدراما وما بين الكوميديا وما بين برضو الإثارة والأكشن فهم تملي فيه يمزج بينهم بشكل حلو مرة الكرتون هذا زي باقي الكاراتين فيه حلقات حسة فيلر فمتب تعرفون الفلر يعني حلقة القصة ماشية بس هذه الحلقة جيمة لها أي علاقة بالقصة أغلب الكاراتين أصلاً الانيميشن لحد اليوم فيها فيلر حلقات فيلر كثيرة الكرتون هذا فيه بس لما جيد طالف الحلقة هذه على عكس باقي الكاراتين على وقته أو على عكس بعض الأعمال اللي فيها حلقات فيلر لا الحدث هذا يترك تأثير في قلب الشخصيات يغير شوية منهم مهما كان الحدث بسيط في هذه الحلقة لا تلاحظون يترك أثر على الشخصية مستقبلاً رح يتذكرون هذا الشيء أو احتمالون يذكرونك فيه أو يجيبون شخصية من هذه الحلقة اللي ظهرت هنا ما يجلسون يمشونك دائم على القصة وعلى التوتر وعلى فرضاً على الأشياء اللي في القصة الأساسية على قولهم يغيرون كذا من الجو شوية بدون ما يقومون يخربون على كل شيء العمل هذا ما كان فيه موسيقى حلوة كثيرة بس لما تجيك موسيقى حلوة وتشتغل في الوقت المناسب تكون أعظم من أي شيء ممكن تسمع في أي عمل ثاني حتى يعني زي موسيقى العم آيرو اللي بلت سونجي هورنا توقع هذاك البوق كذا كبير توقع لحد اليوم نسمعه صراحة عن تحسه كذا سوذين كذا يروك يهديك وصراحة يعني هنا بقلكم أعتذر منكم في كم نقطة الحين بقولها حرق يعني بتكون شوية حرق من ناحية أفضل شخصية بالنسبة لي وشخصية الشرير حق العمل الكامل باختصاء إذا ما تبعت العمل رجاء نروح تابعه أتوسل إليك أبوس يدك يا شيخ روح تابع الكرتون مظلوم العمل في شخصية اسمها آيرو أو العم آيرو ليش ما كل عمل يكون في عم آيرو ليه علوني ليه مو بس بالنسبة لي ناس كثير تابعوا الانيميشن ويحبون آيرو يقدرون شخصيته العم هذا آيرو شخصية حكيمة كذا تحسه حكيم وفي نبوغ ودائم يعني يمشي مع شخصية ثانية اسمها زوكو اللي هو ولد ملك أمة النار أوكي اللي يعتبر هو الوريث لأمة النار مستقبلا الولد هذا أبو طرده قال له قال لا أبيك تروح تكشف لي الأفاتار أبيك تروح تجيبه لأنه صار بينه وبين أبو حاجة تسببت في أنه عبوا يكره ويعتبروا اسمه تعار نفاه بالضبط نفاه تلاقيهم الاثنين مع بعض دائم وتلاحظ يقول كلمات يسوي أشياء تلاقيه حين أن يلعب يلعب مدري ما تسمونه بذيك صدوكو توقع ذيك الدواير كذا والله مدري بس توقع هذي صدوكو خاصة يعني في إطار العمل كامل يعني ما هي لعبة حقيقية أتوقع اللي يلعبها وبرضه تلاقيه يسوي كذا يشرب شاهي ويهتم بالشاهي يعني يعني تفاصيل هي صغيرة أنت لما تطالع فيها تحس أنه ممكن تطالع فيني تقول غبي بس لما تتبقاه في العمل ولما تشوف كيف من جد يعني تأثيرها على الكلام اللي يقوله على الحكم اللي يقولها يعني الإنسان مرة مرة شخصيته مرة فلسفية حلوة عظيمة يخي مدري الشخصية هذي مرة أسطورية يعني أثر فيني يرجل في كلمات كثيرة كان يقول أنا الحد الحين أتذكرها لما كان يقول لزوكه لازم لازم تحدد هدفك في الحياة لازم تبني هدفك بنفسك انت مو تخلي هدفك مبنية على ناس ثانين أعلم احب المنطقة يا أبي هل هو منطقة المنطقة؟ أو هل هو منطقة المنطقة؟ أو هل هو منطقة المنطقة؟ أخرج تطاق في كذلك ويبدأ أن تكون المنطقة وبدأ أن تسأل قسوات الأمم من أنت؟ وما تريد؟ يا رجل تمنيت لو أقدر أقوم بعمل مقطع كامل لحاله فقط أحس ما أعرف ما أقول كثير يعني ما أعرف مهم ديني جلست فلسف كثير يعني عنه في حسة أنه خلص بخلي هنا في هذا المقطع النقطة الثانية اللي بغيت تكلم عنها هي نقطة الحرق شخصية الشرير اللي هو ملك أمة النار بالنسبة للناس كثير كانوا يقولون أنه سطحي وقالوا أنه ظهوره قليل وكانوا يعني باختصار ينتقدونه يعني يعني ما عجبهم هذا وجهة نظرهم يعني ورأيهم بالنسبة لي أنا من وجهة نظري أنا ما أشوف أنه شذير أو أنه تعريف الشر بقدر ما أنه تجسيد للفلسفة لفكرة أنه الكره يولد كره وأنه هو ابن أبوه على قولهم لأنه أبوه وقف في وجهه أفاتار آخر أفاتار قبل أنك أو آخر أفاتار في الوقت الحالي فوقف في وجهه وقال له قال له أنه يبغى يسيطر على العالم ليبغى يشن حرب عليهم لأنه أخبر bipede فأقول الإبن هذا أنا أكون أعتقد أنه تجسيد لفلسفة وتجسيد لشر أبوه على قولهم وتجسيد لكره أبوه هو يعتبر لأمة النار بطل عظيم يعتبر المغوار اللي جالس ينشر السلام في العالم وباقي بنظر كل العالم وبنظر كل الناس الباقين جالس يدمر العالم جالس يحرق العالم جالس يخرر بالتوازن صراحة أحسني أنا مرة تكلمت كثير عن العمل يعني لحد الحين مدري ممكن تختلف معي في بعض النقاط ممكن تتفق معي عادي ما في أي اشكالية في عمل أتوقع بعده كان اسمها The Legend of Korra يتكلم بعد أنج وبعد أحداث الأفاتار الأول أفاتار The Last Airbender يتكلم تقريبا بعده بثمانين سنة أو سبعين سنة والله مدري صراحة أنا معرف لأني أنا ما تابعته ولا بتابعه ميكس عطاش محمد شفته يتكلم في واحد من بين البودكاستات حقته وقالوا أنه العمل ما يدري قالوا أنه موحلو صراحة وأنا أخذت برأيه قالت في ما بيخرب علي ما بيخرب نظرتي إلى أفاتار والعالم أفاتار وروح أتابع هذا فقلت الأخراس بسحب عليه وبطلع الفكرة كاملة من رأسي ولسه في كوميكس مكملة للي ما يدري لسه في كوميكس متكمل بعد الأنيميشن ولسه في أحداث كيرة بس أنا شخص ما أحب لأن الكوميكس كثير فما رحت قريتها لكن العمل بحد ذاته أفاتار The Last Airbender من أول حلقة لأخر حلقة بالنسبة لي أنا أعظم أنيميشن تابعته في حياتي العموم أتمنى أن أعجب